المرتب الثاني من مراتب الدين اليمان ما هو اليمان؟ هو قول باللسان تقول لا اله الا الله و هذا الذي تقول بالإسانك تعتقد هذا بقلبك يعني الظاهر يوافق الباطن لا يخالف الباطن كالمنافق نسل عافية السلام و تعمل بهذا بالجوارح كالصلاة مثلاً أو الزكاة و تعمل بهذا بقلبك كالخوف والمحب لِلَّا سُبْحَنَوْ تَعَالَ اَوَاَرْنَا إِنْغَوْ تَعَالَ نَعَوْ تَعَالَ وَنَعَوْ تَعَالَ تَعَالَ وَنَعْ ، ما بإبلاد ، فإمان ، صحيح ، ، ذو حيث ، ، يحدث بإطلاقه ، ، بإبلاد ، ، بائما ، ، أسفاق ، ، أنفسنا ، 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 سوف نعيد مرة أخرى تعريف الإيمان سوف نقول إننا نعرف الإيمان قول باللسان و اعتقاد بالقلب و عمل القلب و عمل الجوارح و عمل القلب و عمل الجوارح و يزيد بالطعان قص بالمعصي وَلِبْبَدُوَذِنْ مُولَمَاقَ عَدِهَرِبْبَدُمْ پَآَوَمْ سَيَوَذَنْ مُولَمَاقَ قُرَيْوَذُمْ آغُمْ أَرْكَانُ الْإِمَانْ سِتَّ وَاللَّهُ أَعْلَمْ إِمَانُ وَدَيْيَا تُونْغَلْ آرِرِكْنْدَنَ